حضور الكرام إن غرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي وفي الختام نجدد تأييدنا للدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشغيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القوم العربي وثقتنا في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والإزدهار لجميع شعوب المنطقة